الموافقة على قرض للزمالك بـ 200 مليون جنيه ليه؟ وش معنى؟ وعضو اتحاد قرة اليد بيدي درس لعضو اتحاد قرة القدم في المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص برضو بسبب الزمالك حلقة جديدة من المشجع هنتكلم فيها اللي احنا قلنا عليه ده ولكن قبل ما نبدأ ما تنشاش تعمل متابعة على الفيسبوك سبسكاب على اليوتيوب واللايك والكومنت والشير والحلقة دي بيزداد بقى انا عايزها كده للشير توصل للغير وتوصل للكل لان الاسئلة فيها كتير عاديين نفهم هي ازاي ماشية كده ليه زمالك ماشية معاك كده عشان بيجي بقى يقولك زمالك اوه في حد بيساعده اوه زمالك ده زمالك مظلوم ده زمالك مقهور طيب دلوقتي صحينا على خبر ان هيتم الموافقة ووزارة شباب رياضة مش هي اللي بتصرف الـ 200 مليون ولكن هي وفقت على ان زمالك ياخد قرض بـ 200 مليون هي بتوفي على دابة بانها هي الراعي او المظلة للنادي حل تمام طيب الميتين مليون جنيه دول زمالك هيقودهم يعمل بهم ايه نادي عليه مديونيات للدولة متمثلة في الضرائب 198 مليون جنيه فوضي نوض حاجة على حوالي 80 مليون جنيه يعني فيه من حوالي 109 مليون جنيه للضرائب غير فلوس القهربة والمية غير فلوس هيئة استاذ القهر غير فلوس مديونية اتحاد القرى 80 مليون جنيه طيب ده ده بالنسبة للمديونيات اللي جوة الداخلية فانا هديره القرض عشان يدفع الفلوس دي للناس دي ولا هديره القرض عشان يدفع الفلوس اللي عليه لللعيبة طيب هو عليه مليون ونص دولار ليه سبورت انجليش بونة قضية شقابالة وعليه 240 الف يورو قضية اتشنبونج لللعيب طيب هل احنا دولة في ظروف تسمح بخروج دولار بالشكل ده بالكم ده بالعملات الصعبة دي في ظل نادي ما بيدخليش اي دولارات زي ما بقولك كده نادي زمالك نادي محصلته صفر في جذب اي جنيه بالعملات الصعبة ليه؟ لانه نادي لا بيقسم افريقيا ولا بيشارك في كاس العالم الاندية اذا المحصلة صفر عشان بذكر يقال يعني في حوالي 80 الف دولار او 70 الف دولار اللي هيجوا من البطولة العربية اللي ما بتقامش كل سنة غير كده زمالك على مدار اخر 20 سنة ما فيش اي مكاسب بتيجي من مشاركات والافريقية وما فيش كاس العام الاندية فما فيش اي دولار بيتحول للزمالك او بيكون في مكاسب بالدولار او عملة صعبة بتخش للبلد واحنا في ظروف اقتصادية الكل اعلامها والكل ان احنا في حاجتنا للدولار وتجميع الدولار وقصة الدولار اللي الكل عارفها واعلمها الجميع فليه مسؤولين الدولة او ليه وزير الشاب والرياضة متمثل بيضمن ان الزمالك يبقى فيه قرض بـ 200 مليون جنيه بيخرج منه حوالي 60 او 62 مليون جنيه هيخرجوا بالعملة الصعبة لسبورت انجليش بورنا او لأتشنبونج ده غير اللي هيتسدد المفروض جوه طيب انت هتخرج فلوس للناس دي وهيبقى فلوس المفروض ان انت طبعا مش هيدفع بقى للضرايب ولا هيدفع لاتحاد القرى ولا هيدفع لهيئة السادة القاهرة هيروح يدفع فين هيدفع مقدم عقود لعيبة هيروح يدفع صفقات جديدة مع رفع الكويت بقى فهيبتدي يقيد فلما يقيد اللعيبة هيشتري صفقات عشان الجماهير تهدى طيب وحق الضرايب طب وحق تحاد القرى اللي ليه تمانين مليون جنيه ومش عارف يطور المنظومة بسبب ان هو وليه عند نادي واحد فوق تمانين مليون جنيه طب طب كل الكلام ده طب ما فيش طب هيئة السادة القاهرة اللي النادي الوحيد للغاية دي وقت ما دفعش الفلوس اللي ليه لهيئة السادة القاهرة برغم ان كل اللي بيلعب على السادة القاهرة دفع فلوسه بل بالعكس ده ما يقدروش يلعبه غلما يدفعه ومنهم الاهلي والبنك الاهلي طيب هنا السؤال ليه الزمالك وشمعنا الزمالك شمعنا الزمالك اللي فودي ياخد كل الامتيازات دي وهل انت بتعاقب الفاشل يعني هل انت بتعاقب الناجح أسف هل انت الناجح بتعاقبه اللي بيسدد واللي ملتزم واللي بيدفع واللي بتعاقبه واللي معهوش وبيبلطب وبيعمل ماروش فيه وبيعمل مشاكل ومن المسؤول عن المشاكل اللي بتحصل مع اللعيبة في الفيفا فبتجيب غرامات بالدولار عز مالك وخب بالك أنا بكلمك في غرامتين كانت واحدة حوالي 510 ألف دولار والتانية كانت حوالي 50 أو 70 ألف دولار في أيورو ففي واحدة تثابت بقت 240 ألف والتانية تثابت بقت 1.450.000 دولار إزاي وزارة الشباب والرياضة ما حسبتش مجلس الإدارة المسؤول عن اللي حصل ده ده سؤال السؤال التاني لو أنت هتعمل دعسة نزامك نادي زو شعبية ونادي من النوادي الشعبية اللي لازم أحافظ عليه طب ما هو الإسماعيلي يستحق الدعم هل هتضمن الإسماعيلي 200 مليون جنيه طب ما هو أسوار نادي يستحق الدعم ما كل الأندية غزل المحلة يستحق الدعم ما كل دي أندية شعبية وكل دي أندية بتمر بأزمات وضائقات مالية تستاهل أن أنت تساعدها هل هتساعدها بنفس الرقم وبنفس المبلغ طب هل الزمالك ما ياخد الفلوس دي هيروح يبني أرض أكتوبر ما هي أرض أكتوبر دي أصل 200 مليون جنيه دول ما يعملوش فيها حاجة هيبني إيه ولا إيه ولا إيه هيعمل إيه دول يدوب يحرقوا الأساسات طب هل هيعمل ده ومش هيسدد كل دول طب هو لو سدد ده ايه الضامن أنه يرجع طبعا هيطلع واحد أنا عارف هيسيب كل اللي الدولة بتعمله ده وكل اللي بيعمل وزير الشابور لمساندة الزمالك بدون أي مبرش وفيما بإخلال واضح وصريح بمبدأ تكافؤ الفرص ويجي يسألنا ويقول لي طب ما هو الأهلي خد كرد والوزير طلع صح الأهلي خد كرد ب300 مليون ب300 مليون ولكن الضمام أرض نادي التجمع الذي يملكها النادي الأهلي اللي قمتها 800 مليون جنيه طب الأهلي خدت 300 مليون دول عشان يعمل إيه عشان يطور الإنشاءات أو يستكمل مراحلة الإنشاءات الأخيرة ويبتدي يفتح الفرع طب هل في ضامن آه ضامن الأرض ما الأرض ملك للنادي إذن الأرض أمه 800 مليون بقى عليها إنشاءات فأنت بتتكلم في نادي قمتوا تتخطى لتنين مليون جنيه يا الضامن لو الأهلي مقدرش يسدد فهيرجع للبنك أو للدولة اتنين مليون جنيه ثانيا الأهلي لما خدت 300 مليون جنيه شغالهم جوه البلد عمل منشأة جوه البلد اتحطت كشيء استثمار كبير منشأة استثمارية كبيرة بتطور بقى وبتجيب عملة صعبة وبتجيب أعضاء من الدولة العربية وبتجيبوا 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 وبتدخل للنادي فلوس وبتدخل للدولة ده دي منشأة محسوبة ده يعني أسوأ ظروف يوم ما الدولة قررت تاخد منشأة زي دي تباح لأي مستثمر هيجي يدفع فيها بالدولار إذن هو هنا مفيش مجاملة ده شيء طبيعي لكن انت بتتكلم في نادي هيقترض عشان يخرج فلوس بالدولار بره بلد وعملة صعبة هتخرج في الوقت صعب جدا في نادي ما بيدفعش وبيشتري لعيبة وبيخسر ما بيكسبش أي بطلات وبيجيب علي غرامات من الفيفا وما فيش أي عائب من البطلات والمشاركات اللي هو بيعملها والصفقات اللي هو بيعملها غير من الصفقات دي بتعود علي بأواضي مرفوعة لمديرين فنيين واللعيبة بالدولار والعملة الصعبة أقرضوا ليه وإيه دامنت أرض أكتوبر اللي هي أصلا عليها مشاكل وممكن تتسحب من الجهاز لعدم البدء في البناء فيها فهي مش دام نهي أرض ما الأهلي كان كمل إنشاءاته كان عايز يكمل إنشاءاته فهنا ده سؤال إحنا محتاجين نعرفه ثانيا وهنفضل نسأل إش معنى الزمالك اللي بيروح استاد القهارة بيلعب فيه من غير ما يدفع إش معنى الزمالك اللي عليه تمانين مليون جنيه إش معنى الزمالك اللي عليه فلوس للضرائب ومع ذلك الوزير بيساعد في إن هو يقترض الأنبياء التامية لأ وهنا سؤال إش معنى ليه إيه المميز بيضيف لي إيه بل بالعكس ده بياخد من الدولة وعملة صاحبة يخرجها برة ما بيدخلهاش جوه طيب نفس القصة دي بالزبع اتحاد الكرة وإهابي الكومي عضو اتحاد الكرة كان بيكلم عمر صلاح عضو اتحاد كرة اليد اتحاد كرة اليد أوقف القدل الزمالك محليا وافريقيا ودوليا فالزمالك ما إدارش الغيب ما يسادب مدينياته لاتحاد كرة اليد فتخيل أن إهابي الكومي معاف مدخلة في مقالمة الطلبونية جايبه في المنامج بتاعه فبيقوله يا كابتن وهنا بأكت يعني الرجل اديه ده درس درس والله فيقوله يعني انتون ليه مطيب ما ما يعني أنا عندي الحل قال له طيب قل ي الحل انقزني يا إهاب دا ما قامت着 الحل انقزني قال له ما تعملو زي ما عملل هو قال له ايوا عملتوا ايه قال له ما تجدوله قال له يعني إيه قال له يعني جدول للزمالك الديون اللي عليه قال له ازاي يعني اعمل كده اهابي? ازاي اعمل كده? يعني انا جدول للزمالك ويبقى طب وبقية الفرق. وفيين ما ابدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين كل الفرق? ليه ادي زمالك ميزة? ما اديتهاش لكل الفرق التانية. واقبرتهم على السداد. وطبعا هنا كلنا سمعنا صوت اهابي الكومي وقال له اه خالك اه 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 تعبان في المستشفى. خالك عرفات تعبان في المستشفى. انا من سمعك انا من سمعك مدي جي. ما هيرد يقول له ايه? هيرده يقول له ايه? عضو اتحاد كورة? بيعلم عضو اتحاد كورة اليد? ان هو ازاي? يجامل الزمالك? والرجل ادهاله صايمة. قال له فين ما ابدأ تكافؤ الفرص? وفين المساواة بين كل الاندية? ولكن كل ده بيحصل ليه? للزمالك. فانا هنا سؤالي واضح وصريح. لكل المسؤولين عن القرة في مصر. ماذا يقدم الزمالك رقلة مصرية? اي حاجة بقى? بطولات? اه انجازات? عملة صعبة بتخش? بل بالعكس. فليه الزمالك بالذات ياخد المتين مليون? ولو هم الاندية الشعبية فيبقى انت محتاج تساعد كل الاندية الشعبية? ليه الزمالك هو الوحيد اللي ما بيدفعش كل الفلوس اللي عليه? اذا كل الفرق من حقا ما تدفعش هيا كمان? والجدول. ان كان بقى لهاية الاستاذ? ان كان بقى لاتحاد الكورة? محدش يدفع وانجدول للكل. لماذا الوحيد اللي بيستفاد من المبدأ ده هو الزمالك? وهل الفاشل اللي ما بيخسر? وبيحط ديون? وبيعرفش يدير منظمته? وعامل على نفسه الفلوس? بيستفيد? والناجح? والضعيف اللي هو معهش داخل فبيمشي على قده? كل دول يتعاقبه? عشان خاطر واحد بس هو اللي مبلتج? ده اني مبدأ? واني اسلوب? فاتمنى التوضيح? طبعا بعين عن الجمهور اللي كده كده لا بيشوف ولا بيسمع كل اللي احنا نقول عليه ده هو شايفين انه الزمالك ما بيتساعدش الزمالك جايين عليه بعد كل اللي احنا بنقوله ده ولكن زي ما قلت لك يعني يمكن في يوم من الايام يصدقوا او يشوفوا او يفهموا ده ان هنا بكلمك في الارقام المعلنة الارقام اللي الكل عارفها فما بالك بقى باللي مستخبه وبيتم مساعدة الزمالك به ولكن هو ده حال القرى المصرية اللي الناس زعلت لما تم التريقة عليه كل ده ليه? عشان الكل بيخدم نادي واحد اسمه الزمالك مش جايب لينا غير الخسارة والخسارة والفشل شكرا لكم وشكرا لمتابعيكم ما تنسوش تعملوا متابعة الفيسبوك سبسكرايب على اليوتيوب واللايك وكومنت والشير وتعرفوهم حقيقة مين هو النادي ده اللوعة الجميع سلام اشتركوا في القناة